اكد عدد من اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشهورة تحقق البرامج التنموية والسكانية في مملكة البحرين مشيرين الى ان البحرين حققت نموا مشهودا في تنفيذ الخطط والبرامج التي كفلت لجميع المواطنين حياة كريمة وفقا لاستراتيجيات مدروسة وضعتها الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة جاء ذلك خلال جلسة النقاش الحوارية التي اقامها مجلس الشورة بالتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية حيث اشار اعضاء مجلس الشورة الى ان مملكة البحرين حصدت مستويات متقدمة في مجالات الصحة والسكن والتعليم والرعاية الاجتماعية واصبحت مثالا يحتذا به بين مختلف الدول العربية والعالمية مؤكدين ان قضايا التنمية والسكان اصبحت تشكل اهمية كبرى لدى مختلف حكومات الدول الخليجية والعربية والعالمية وذلك لدورها البارز في تحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين من جانبها قالت الدكتورة هالة ابو علي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية ان قضايا السكان والتنمية والترابط العضوي بينها وبين التنمية المستدامة هي الان في صدارة اهتمام السلطات التشريعية العربية واشارت ابو علي الى انه انطلاقا من واقع القضايا السكانية في منطقتنا العربية ومن اجل تحقيق الهدف الاسمى للمنتدى بتحسين نوعية حياة السكان في الوطن العربي برزت اهمية هذه اللقاءات لما لها من دور مؤثر وفعال في اثراء النقاش وزيادة المعرفة وتبادل الخبرات